قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَتِّي وَحُمْنِي لَاللَّهِ وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون سبحانه وتعالى يُعِزُّ مَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّقَاهُ وَيُزِلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَعَصَاهُ لا مُظْهِرَ لِمَا أَخْفَاهُ وَلَا مُقْفِيَ لِمَا أَبْدَاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ هو قالق الخلق ومبتدين ورازقه وكافيه ومسعده ومشقيه من أقبل عليه أقبل عليه ومن أعرض عنه فتح له منافذ العود إليه سبحانك اللهم أنت الواحد الأحد أنت العظيم وأنت الواحد الفرد الصمد لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد وأصلي وأسلم على الحبيب المكمل والنبي المزمل الذي جعل من العبيد ساده ومن المستضعفين أئمة وقادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض شفيع القلائق يوم العرض صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البكاري رضي الله عنه البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله خوة الإيمان والإسلام عود حميد مبارك إلى مائدة القرآن الكريم ننهل من نبعه الصاف الفياض ونغوص في أعماقه كي نتدبر آياته ونرى معجزاته مع فضيلة القاري الشيخ عيد الجمال القارئ بإذاعة قراء القرآن الكريم والفضائيات الإسلامية والقارئ بالعالمين العربي والإسلامي فليتفضل مشكورا فتح الله له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قدرها ومن قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشار من الشيء اهلا ومن قدرها ومن قدرها بشار من الشيء للم قدرها ومن قدرها ومن قدرها ومن قدرها شكرا 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 لماذا ما ذرهم في خانطئ يا العبوب وما قدرنا حق قدر إِذْ قَالُوا مَا أَزَلَى اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ إِذْ قَالُوا مَا أَزَلَى اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ إِذْ قَالُوا مَا أَزَلَى اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مُنْ شَيْءٍ للناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وهذا كتاب أنزلناه مقراركم صادق الذي بين يديه ولتنذرهم من قرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ترجمة نانسي قنقر ومن أظلم ممن افترى على الله الله كذباً أو قد وحي إليه ولم يوح إليه شيء أعقال أحي إليه ولم يوح إليه إليه شيء ومن قال سعونزلني 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 أنتم عن آياته تستكبرون إليه شيء ومن قال سعونزلني 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 ومن قال سعونزلني أعقال ت Pepe أنا أشاهد أعقال وَمَا نَرَى مَعَكُمْ فُوْفَعَاءُكُ الَّذِينَ وَمَا نَوْفِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ قَبْطَ عِلَّكُمْ وَضَلِلَّكُمْ وَمَا نَوْفِوكُمْ إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ عَنَّ وَيُخْرِجُ الْحَيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّةِ إِذَلِكُ الْحَبْرِجُ 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 إِذَلِ الْحَبْرِجُ 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 الْحَبْر لسكن والشمس والقمر خسفانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرى والبخاري قد فصلها الأيات لقوم يعلمون قد فصلنا الأيات لقوم يغلون ويغلون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يغلون 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 موسيقى موسيقى وَجَعَدُونِ بِاللَّهِ شُرَكَ الْجِمِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَذَا عَمَّا يَعْصُفُونَ بَدْلِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَقُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِمَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ اللَّهُ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ إِلَّا 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 هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعَبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ صَدَقًا عَظِيمٌ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب ربنا سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام وطوف بنا قارئنا بين جنات ربنا سبحانه وتعالى صاحب الإنعام وما تيسر من آيات سورة الأنعام تلهى علينا فضيلة القارئ الشيخ عيد الجمال القارئ بإذاعة قراء القرآن الكريم والفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي مشاركة وتعزية ومواساة لأهلنا الكرام أصحاب الواجب والأدب والإحترام من آل أبي عطوة جميعا في وفاة فقدنا الحاج جيد أبو عطوة عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين شكرين كل من جاء ليقدم واجب العزاء من قيادات رئاسة الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس الشعب وكذلك أمد ومشايخ القرى المجاورة والسادة مشايخ العرب ورؤساء القبائل ترجمة نانسي قنقر